ولمزيد من المتابع وتحليل ينضم إلينا هتفيا دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد دكتور هشام بعد التحية بداية كيف قرأت مناقشات نواب اللجنة الخاصة مع الوزراء حتى الآن؟ المناقشات منذ اللحظة الأولى أعتقد أنها التشكيل الذي تم بمعرفة البغلمان لهذه اللجنة يؤكد على دلالات هامة وهو وجود مختصين ووجود تكنوكراط من السادة النواب والرساء اللجنة النوعية وبالتالي كانت هناك جدية تامة من الحكومة يقابلها جدية ومناقشات أعتقد استثمت بالنقاطية وتسع صبر زي ما بقول لكل بند من البنود البرنامج الذي تم إعلانه في معرفة توريس المسراء أمام البغلمان وبالتالي كانت هناك شفافية واضحة في كل الجلسات يمكن يومين عمل يوم الأربع ويوم الخميس على مدار 9 ساعات في كل يوم على جلستين ويمكن النهاردة الجمعة في جلسة واحدة هتبقى مفروضة ويستكمل وقت جلسات يوم السبس والحد والاثنين حتى يتم الاتهاء من أعداد التفقير الخاص بالبرلمان والتعليق على برنامج الحكومة وعرضه على البرلمان في أول جلسة عامة للتصويت أعتقد أنه البرنامج الذي تم من خلاله وإتمام اللقاءات كان يتسم به عرض البرنامج بتفاصيله من الوزير القرطس ثم يتم مدولات ومنقشات من أستاذ النهوات على هذه البنود ومنقشة فريحة واضحة في آليات التنفيذ وضوابط التنفيذ والإطار الزمن لتنفيذ هذه البنود الخاصة به الخطة لكل أزارة وأعتقد أن الأمور تنتهي بتعقيد من البرلمان على خطة كل وزير وآليات تنفيذهم وما هو واضح ومرشر ويدعو إلى التفاؤل هو التصوحات الخاصة بهذه اللجان وما كان فيها الذي تؤكد أن هناك ديمقراطية كبيرة في الحوار تؤكد أنه في بحث آليات تنفيذ كل وزارة وليس وزير فقط ولكن الخطة مرتبطة للحكومة في كل على مدار ثلاث سنة في النهاية البنود يبحث إلى آليات التنفيذ حتى يستطيع أن يكون هناك تصويب مؤقبة ومحاسبة على برنامج الحكومة وأعتقد أنه تعليمات سيد رئيس الوزراء من الجلفة الأولى بحضور الحكومة بكامل هيئتها وعلى سيد الرئيس الوزراء أنه سيكون هناك تعاون كبير ما بين الحكومة ومغير البرلمان وإزام كل وزير بحضور الجلسات العامة ومناقشة كل نائب في طلبات المواطنين لأن في النهاية أن هذا البرلمان وطلبات موابه هي طلبات المواطنين فأعتقد جزء الله تعالى أن الأمور تنتهي يوم لدين طبقا لطار الزمن وأعتقد أنها مبشرة وبداية مرفقة جدا لحد يستطيع البرلمان أن يؤدي دوره في التصويت والمراقبة والمحاسبة للحكومة في حال التقصير وأعتقد أن هناك ارتياح كبير من الحكومة وبداية عمل موافقة بعرض بطرامجها ومدولتها ومساندة كبيرا من حالة موافقة البرلمان على هذا البرلمان نعم دكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدود شكرا جزيلا لك